اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لازم يسمع طالعه اذا ما بعرف طالعه في رابطين موجودات في صندوق الوصف بدللنك على كيف انت تستخرج طالعك الك او لغيرك وفي نفس اللحظة بتعرف الخارطة الفلكية لا الك ويعني بتستفيد بشكل كبير من هذا الموضوع لما تدمج بين البرج تاعك وبين الطالع معناته انت بتطلع بتوقعاتك الخاصة فيك اللي بتناسبك انت اللي بتنطبق عليك انت فبتكون مش بحاجة لا لفلكي ولا لتبع ابراج عشان يحكي لك اياها بتصير انت تعرف لحالك توقعاتك هذا واحد اثنين بلاش نكبر المواضيع اكثر خلينا نروح على بضع الكواكب بالعام ايش التأثيرات اللي بتأثر عليك لها فترة ورح تأثر عليك الفترة القادمة اول ايش رح نحكي عن موضوع اللي هو العلاقة بالشمس وعطارد الشمس وعطارد موجودات في بيتك السادس عطارد بيت راجع يعني بعطيك سلبية والشمس تعطيك ايجابية وبرضو سلبية فعشان هيك بتلاقي الوضع متقلب على مستوى البيت السادس اللي اله علاقة بالصحة وعلاقة بالعمل فبتلاقي اغلب الاشياء اللي بتصير معك او صارت معك بالفترة الماضي ورح تظلها مستمرة معك هي امور مفاجئة على مستوى الصحة وعلى مستوى العمل اما انك انت تركت عملك بشكل مفاجئ او صار معك مشاكل في مكان عملك او احداث غريبة عجيبة انت ما لقيت لها تفسير وممكن تطورات على المستوى الصحي صارت معك بشكل سلبي بسبب التقلبات اللي سببها عطارد في فترة تراجعه هاد بسبب هدول الكوكبين عطارد رح يظل يتراجع لا تقريبا منتصف الشهر وبعدين برجع ايجابي بيدعمك وبكون الشمس تقريبا تحركت من مكانها فبتعطيك ايجابية بالفترة القادمة بعد منتصف الشهر او لعشرين الشهر تقريبا المسألة الثانية مسألة الزهرة الزهرة يمكن لاحظوا موليد برج الدلو انه كثير منهم صار عندهم مشاكل عاطفية بالفترة الماضية او خلافات ما بينهم وبين احباءهم او ابناءهم السبب انه الزهرة بتتراجع في بيتك الخامس اللي هو بيت العاطفي الآن الزهرة التأثيرات هاي السلبية كلها بتظلها مستمرة لغاية يوم السبت من يوم السبت بتبلش تشعر بنوع من انواع الايجابية بتعزز علاقاتك العاطفية بتقارب ما بينك وبين الحبيب ممكن تعمل مصالحة في منكم ممكن يبدأ علاقة عاطفية جديدة او يبدأ باشياء الليها علاقة بالخطوبة او الارتباط او الاشياء هاي يعني بتدعمك بشكل قوي في المسألة هاي المسألة الثانية اللي هي زحل اللي دخل عندكم وبديرجع من عندكم يطلع وتراجعيا ويرجع للجدي وكل الكواكب اللي موجودة بالجدي زي المشتري وبلوتو وهس برضو بدي يصير عنا كمان زحل يعني ثلاثة موجودات في بيت المتاعب بيت المتاعب يعني بمعنى اخر بيجيب امراض مفاجئة تعب صحي مفاجئ عركسات على مستوى العمل ناس بتتآمر عليك ناس بتكيدلك مشاكل بتجيك بشكل مفاجئ هيك بشكل كبير ممكن في منكو عمل عمليات او زار مستشفيات او عمل تحليل كانت النتائج سلبية بالفترة الماضية بسبب هذا التزاحم لهاي الكواكب الان حكينا انو بتكونوا تديروا بالكم من هاي النقطة ضل عنا مسألة وحدة اللي هي مسألة المريخ اللي موجود في بيتك الثاني في الحوت اللي هو بيت المال اللي يسبب نوع من انواع المصاريف او الالتزامات او الضغوط المالية اللي اضطريت انك انت تدائن فلوس او الالتزامات او قروض او ديون وفي نفس اللحظة تراكمت هاي المسائل وصار عليك مطالبات او صار عليك ضغط مالي طبعا هذا بوجود المريخ والان المريخ بده ينتقل لبيتك الثالث فهذا بيأثر على عصبيتك بالفترة الاسبوع هاد بيشحنك بالعصبية وبرضو بيخلي في عندك رغبة للاندفاع فممكن تسبب لك هاي اصابات او حوادث اذا كنت بالسيارة او اعطال الها علاقة بالسيارات او امور الها علاقة بعدم التركيز اثناء النقاشات والحوارات فبتكون مش مقنع بدك تدير بالك خلينا نروح على توقعاتنا الاسبوعية طبعا من مساء يوم الخميس وحتى مساء يوم السبت القمر موجود بالعذراء عشان هيك بتنشغله في امور الها علاقة بالحسابات المالية المشتركة اهمش انك تخففوا من النفقات صحتكم او صحت قريب الكم بتكون بحاجة للرعاية اهمش انك تكون مرن ما تتنازل عن حقك شرط الامتناع عن فرض الرأي او التسلط به ابحث عن الحلول اللي بترضي مختلف الاطراف ما تهم الملف ولا قضية من مساء يوم السبت وحتى مساء يوم الاثنين القمر بصير موجود في الميزان فهنا بتنشطه في امور الها علاقة بالسفر او الاتصالات البعيدة بيكون يوم مناسب لاجراء مقابلة او اجتياز امتحان ممكن تبدأ عمل او دراسة جديدة بتناقش بقوة وذكاء يعني ممكن تتجرأ على رفض الاشياء اللي ما بتناسبك اهمش انك ما تخشى شيء حاول انك تثق بنفسك اكثر هاي فترة مناسبة للخوض بتجارب جديدة من مساء يوم الاثنين وحتى فجر يوم الخميس هنا القمر بدي يصير موجود بالعقرب فبتصير الفترة هاي مناسبة للي بيبحث عن عمل او بيرغب في ادخال تحسين عليه اللي بيعمل بينجح في اثبات جدارته وبينال او نير رضى المسؤولين عنه منكم ممكن حد يهتم بصحته او بصحة احد الوالدين اهم اشي حاول انك انت ما تنجر وراء التسرع والانفعال حاول انك تكون هادي بشكل القمر تحدي في لحظات معينة في هاي الفترة بتبدو فيها غاضب او عدائي حاذر من الخلافات يعني ممكن تكرم او تحصل على فرصة مناسبة من فجر يوم الخميس وحتى صباح يوم السبت القمر بصير موجود بالقوس فهنا بوسعكم تعزيز صداقاتكم منكم ممكن يحقق امني بمساعدة صديق ومنكم ممكن يشارك في مناسبة سعيدة بتتسع الافاق وبتحتفل بالنجاح او تطور علاقة ممكن تعزز شعبيتك وتحصد ارباح بالفترة هاي بتفرح لوقوف احد الاصدقاء او الاقارب الى جانبك بتخف الضغوط وبيطمئن بالك هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا الاسبوع والله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء